حراج العمال في مدينة الغيظة أصبح اليوم مكتظاً خريجي الجامعة الكادمين من محافظات عديدة إذ أضحوا اليوم على رصيف البطالة باحثين عن عمل بعد أن أجبرتم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وعلى القدوم إلى المهرة والبحث عن فرصة في أي مجال لدينا العمال في لمن ما حصلنا عمال وجينا إلى الحراج لكي ندور على عمل ونحن خريجين جامعة وما لقينا في الشهايد حقنا وظائف ولا لقينا أي تخرج نشتغل فيه ورجعنا إلى حراج العمال نشتغل العمال نحن هنا في المهرة لنا وما لقينا أي عمل فلذلك نحن نضطر أن نسافر من البلد هذه لأنه ما لقينا عمل نسافر من المحافظة لكي نبحث للقمة العيش وإلى العمل ما لغينا أي عمل وأي وظيفة الخمسيني سيف القاضي عامل بناء من محافظة إب وصله أيضا إلى محافظة المهرة منذ أشهر بعد خسائر كبيرة تعرض لها في طريقه لكنه لم يجد عملا وأصبح في حالة يرثى لها ويكابد يوميا من أجل توفير لقمة العيش لأسرته المكونة من سبعة أفراد نحن أصبحنا فيه إيش اللي قال الله يرحم يوم أمس كل يوم أسوأ من يوم وكفينا شعب اليمني صراحة وضعنا أسوأ أمشي من محافظة إلى محافظة أقول عسى ولعل أجيوا هذا المحافظة أحياء من المحافظة الأخرى وجيوا أن الوضع أسوأ اللي كان في جيبي ضيعته في إيش في الطريق لا يحجاج هذا هو من الآخر نحن شعب عزيز ولا نطلب أحد نبقى أمن واستقرار في بلادنا غير هذا لا نريد شيء إذا توفر الأمن والأمان لا تجي لقمة العيش ونحن ناضرين إلى الله وإلى اليمنين في الجهود والمخوة وغيرها لا نسأل أحد يعني لي عدة شهور أنا صراحة أنا لي عدة شهور بس كان فيها أمل في المهرة صراحة كان يقولوا توفر فيها الشغل وهذا هذا وجيت والله أنها الأسوأ صراحة تراجع الأعمال الحرة والخاصة وتوقف العشرة من المشاريع الخدمية والتنموية للحكومة بعد توقف تمويلات البنك الدولي وأعداد من الدول المانحة اليمن كل ذلك دفع الآلاف إلى أرصفة البطلة يتدفق الشباب بشكل كبير على سوق العمل بنسبة تفوق قدرته الاستيعابية نظرا لندرة فرص العمل ما يتسبب بارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات قياسية وأصبح الباحث عن عمل أمام وضع قاتم وضبابية مخيفة دون أي حلول تذكر من قبل الحكومة والجهة المعنية لبرنامج أسبوع البلد قرنة المهرية محافظة المهرية ترجمة نانسي قنقر